ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا إلى مجلسنا الثالث من هذه الدورة المباركة القصيرة اللطيفة مع أمنا عائشة بعد أن نهينا الكلام عن أمنا خديجة رضوان الله عليها بشيء من التفصيل في سيرتها وليوم نفصل سيرة تلك الحميراء تلك البنية التي اختلف فيها أهل البدع وغلى فيها وتكلم فيها أهل الزيغ وقالوا فيها ما لم يقله الله ولا رسوله فرضي الله عنها وأرضاها ورضي عنها وعن أبيها عائشة بنت أبي بكر الصديق سأتكلم عن سبب الخلاف فيها لما نحبها كل هذه المحبة ولما يبغضها الشيعة بالذات ولما كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إليه بعد خديجة رضوان الله عليهما وعلى سائر الزوجات والصحب والآل اسمها ونسبها اسمها أم عبد الله لما لقبت بأم عبد الله يلا اكتبين لي شفنتين معايا نشيطات ولا نايمات هل كان لعائشة ولد اسمه عبد الله لنسب الرسول لا ليس لنسب الرسول علشان لي ربته لا هو كان ابن أختها صحيح كان عندها لكن لم ترزق بولد حبها للاسم طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبها قالت يا رسول الله كل النساء لهنك هنا وأنا ليس لي كنيا فقال لها أنت أم عبد الله وذكر أيضا وإن كان في المقالي ضعف أنها حملت بحمل ثم أسقطت فحزنت حزنا شديدا ما كمل حملها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أم عبد الله وقيل أن ابن أختها كان دائما عندها فلقبت عبد الله بن الزبير فلقبت بأم عبد الله لما كان يبقى عندها ويأخذ العلم عنها فهذه الأقوال التي ذكرت فلما نصبت لما كنيت بأم عبد الله لكنها لم تلد ولم يكن لها ولد والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد حرمني الله الولد من كل النساء إلا من خديجة وما ريال حكمة يريدها الله عز وجل عائشة بنت أبي بكر أبي بكر الصديق صاحب الغار وثاني اثنين إذ هما في الغار أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الهجرة وخليفة نبينا صلى الله عليه وسلم وخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي قحافة أبو قحافة هو الرجل الذي أسلم في عام الفتح ورأاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذه أبو بكر قال يا رسول الله أريد أن آتي بأبي قحافة إليك ليسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أذهب لأبي قحافة فبكى أبا بكر أنت يا رسول الله تأتي لأبي أنا وتزوره بل هو والله يأتي إليك فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد صاحبه والله يا أخوات في مواقف في السيرة لما تقرأيها تحسين أنت مقصرة حتى مع أصحابك مقصرة مع أخواتك يعني أنت تحبي أخواتك بس أحيانا يعني لا نعبر عن حبنا لهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة يعبرون عن محاولك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبر لأبي بكر عن مكانتك عندي وهو يقول له أنا سأحضر أبي إليك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أذهب إليه لما؟ جبرا جبرا لخاطر أبي بكر فإذا رأيت والمواقف كثيرة لما النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول له أنه سيذهب للعمرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر خيرا الرسول يقول لعمر لا تنسان من دعائك لا تنسان من دعائك يا أخي فقال عمر والله ما فرحت بشيء بفرحي بسمعي هذا من رسول الله لما يقول لي رسول الله لا تنسان من دعائك يا أخي من أنا من أنا حتى يقول لي رسول الله يا أخي وادعو لي أنا يا رسول الله أدعو لك أو لما دخل مثلا كعب بن مالك لما نزلت التوبة فكل الناس جالسين فلما دخل المسجد قام طلحة فحضنه فقال كعب بن مالك والله لا أنساها لا أنساها لطلحة أبدا فمثل هذا المواقف لما تدرس السيرة وتتعلميها حاولي أن تضعي بصمة في قلب كل من تقابله حاولي أن لا يقابلك شخص إلا قد تركت في قلبه شيء يدعو لك أول ما تنصر فيه الله يبارك فيها الله يحفظها ما أحسن طباعها ما أجمل أخلاقها هذا الذي سيقالنا ذكره بعد الموت لما أموت لن يقول لين النسوات ما كان أحسن الفستان ذي لبسته ذاك اليوم كان الفستان جنات ما حد بيذكره الفستان اللي لبسته ولا المكياج اللي حطيته ولا الشعر اللي جلست أعمله فير ثلاث ساعات ورحت الصالة وانتكش وصار ما شاء الله زي المقشة لن يذكره أحد سيذكره الكلمة الطيبة والدعوة الصادقة والنصيحة التي لله الابتسامة البشاشة هذا الذي سيذكر أما الانتقاط لنفسك ميك أبو لبس والله لن يذكره عز بيزيدين يكلمين عليش أول ما تمشي طيب خلونا نكمل الدرس أبي قحافة التيمية القرشية التيمية من تيم اللي قبلت أباها وجدها والقرشية من قريش المكية التي سكنت مكة رضي الله عنها وعن أبيها زوجها هي زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن لها ولد وتكلمت عن هذا تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة قبل الهجرة ولم يتزوج بكرا غيرها خديجة توفيت في العام الذي لقبه العلماء بعمل حزني السنة العاشرة من البعثة يعني بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات مات عمه أبو طالب ثم بعد ثلاثة أيام ماتت خديجة فكان الحزن عظيماً في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فعوضه الله بالإسراء والمعراج كل هذا كان في السنة العاشرة لما رأت خولة بنت حكيم خولة بنت حزام أقصد بنت حكيم بن حزام لما رأت حزن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد خشينا عليه كان يبقى عند الكعبة حزيناً على عمه وزوجه خديجة رضي الله عنها فذهبت إليه خولة قالت يا رسول الله ما لك لا تتزوج فقال أتزوج بعد خديجة قالت نعم تزوج يا رسول الله قال ومن قال إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً قال من البكر قالت البكر بنت صاحبك ابنت أخيك أبا بكر طبعاً الناس بيقولوا طيب كم كان عمرها كان عمرها ست سنوات طيب كيف يخطبها وعمرها ست سنوات يا أخوات لما حد يجيب لك هذا الشبهة أو هذا المسألة ركزين عليها احنا لا نتكلم في زمن قبل 1400 سنة البنات كانين لا تلفون لا مدارس لا معاهد لا جامعات يعني البنت بتدلس أربع خمس ست سنين لما يصير عمرها ست سبع سنوات أنت تخيلي ناس يعني هذا وضعه ماذي حياته ست سنوات قضي خلاص قضي بنت باقي لها ثلاث أربع سنوات وبلغت وصارت امرأة جداتنا تزوجين وهن عمرهن 11 و12 وقبل خمسين مئة سنة قبل مئة سنة كان طبيعي جدا أن البنت تزوج عمرها عشر سنين الآن يجي تكلموا كيف تزوجت عمرها تسع سنوات نقول لها شوفوا بمدارسكم يا أمريكان ويا أوربيين عمرها صف ثاني وثالث معها صاحب عمرها عشر 11 سنة تكون قد مارست الجنس مع زملائها وجولها عند الزواج وتقولوا او مي جود اخ بريدر اخ فالموضوع يعني مستفذ أحيانا عادي تصاحب بس تتزوج لا هذا ينفع يعني المهم فكانت فكانت خولة أشارت عليه أن يتزوج البكرة عائشة قالها من الثيب قالها سودة زوجها السكران قد توفي سكران ابن عمر كلمنا عن هذا أعتقد ما أذكر متى تكلمنا بس أذكر أنني جبتوا الكنسيرة سودة وعائشة ممكن في رمضان والله لا أذكر المهم فذهبت إلى أبي بكرين النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افتح الموضوع مع أبو بكر فلعلنا نتكلم عن سودة لما نصل إلى سيرتها فذهبت إلى أبو بكر فقالت له أبشر قالت لأمي رمان أول ما دخلت يا أم رمان أي خير من أراد الله بكم يا أهل هذا البيت قالت وما ذلك قالت رسول الله رسول الله يخطب إليكم ابنتكم فقالت أم أم رمان كلم يا أبا بكر فقالت يا أبا بكر أي خير أراد الله بك قال وما ذلك قالت رسول الله يخطب إليك عائشة فقال ذلك أخي وهي بنت أخوه ولا أظنها تحل له فقالت ذهب واسأل فذهب أبو بكر شوفوا حرص أبي بكر على كذبة محبته لرسول الله بس مع ذلك لا هل هو يجوز أو ما يجوز فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرتني خول أنك تخطب عائشة قال نعم قال لكنك أخي وهي ابنة أخيك قال إنما أنت أخي في الدين وهي تحل لي أخوة الدين ليس أخوة النسب أو رضاعة وهي تحل لي أبو بكر قد كان جاب كلمة لابن عدي بن مطعم فرح لا عنده علشان يقول لنا قد كنت جبت لك كلمة فخلاص يعني ما كانش لا خطبة ولا عقد ولا زواج فيعتذر منه فرح لا عنده شاف الولد ابن عدي بن مطعم اللي بيزوجه سكران وحالة حالة فقال والله لا أزوجك ولا أناسبك وأنت بهذا الحال فترك الكلمة التي كان قد أعطاه إياها وذهب إلى رسول الله قال قد زواجتك بعائشة يا رسول الله فمكثت عند أبيها ثلاث سنوات حتى تبلغ وكانت هذه عادة العرب أنهم يخطبوا البنات إن شاء الله لما تولد حتى أحيانا عيال العم أول ما عيال العم مثلا الأخوة واحد تخلف بنت واحد تخلف ولد أنا هذا الشيء دائما يفعل مع ابني لما أشوف صديقة يقول خلاص هذه خطيبة ولدي أنا لا أجب كلمة بس سبحان الله ما ندري بالمستقبل ماذا سيحدث فكان لما واحد يكون عندها بنت أو ولد يقوله خلاص هذه خطيبة فلان أو هذه وهي في المهد أجلسى عمرها يومين أو ثلاثة فكانت من عادتهم أنه إذا في بنت يكلموا فيها أني فلانة لابن عمها ولا فلانة لفلان متى ما بلغت زوجوها وهذا شيء طبيعي طبيعي جدا فلا أحد يأتي ويزائد أنتم تريدون أن يعني تدعوا المثالية كانوا ناس طبيعيين بنت عمرها عاش سنوات بلغت الله يفتح عليش رحي تزوجي واضح لا أظن أن هذا فيها المسألة فيها أي إشكال أو أي شبهة أن نخاف أو نستعر النبي نتزوج بنت صغيرة كانت عادة الناس كلهم أن يتزوجوا البنات صغيرات تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين لما بلغت أول ما بلغت وصارت امرأة وصارت تستطيع أن تتحمل أعباء الزواج تزوجها رسول الله طبعا هو ما فصل القصة بس أنا فصلتها لكم مناقب وفضاء العائشة عائشة أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه كيف لما ما السبب الذي جعل عائشة أحب الأزواج طبعا أنتين عارفت لش ليحب خديجة ولما خديجة عنده بتلك المنزلة طبعا أنتين عارفت ماذا فعلت معه لكن خدي عائشة كان الوضع مختلف قليلا في الحديث عن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسب كان غزوة ذات السلاسب فأتيته فقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك عمر بن العاص طبعا هذا ما فصلش بس خلني يقول لكم أيش السبب اللي يخلي عمر بن العاص طبعا عمر بن العاص أسلم في السنة السادسة أو السنة السابعة مع خالد بن الوليد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التلطف معه أينما رأى عمر يجلسه يعطيه طعاما يكلمه يبتسم في وجهه فرأى عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلطفه كثيرا فظن في نفسه أنه أحب الخلق عند رسول الله تخيلي أنه يصل الإنسان الصحابة يصل بداخلهم شعور أني أنا أحب الناس عند رسول الله لشدة لطفه طيب أنا وأنت تعاملنا مع الناس هل أصل إلى مرحلة أني أبين للشخص الذي أمامي أنه أحب الناس عندي زوج أولاد هذا الشيء استطيعني أني عامل أولادي به أني أبين لولدي أنك أحب الناس عندي ملاطفة تسامة مزحة سؤال ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى استطاع عمر بن العاص أن يتخيل أنه أحب الناس عند رسول الله فقال لازم أقطع الشك باليقين وأسأل رسول الله فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك وهو يقول في نفسه أنه سيقول أنت يا عمر فقال عائشة فاستحى عمر لا يا رسول الله لا أقصد من النساء بل أقصد من الرجال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال أبوها أنت استحايت لكن أنا أحبها وأخبر الناس كلهم أنها أحب تخيل لما يوصل هذا الحديث لمسامع عائشة أنت رها كذا بس تخيل أنهم قالوا لها أنت عارف يا عائشة أن عمر بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس فقال عائشة كيف ستكون كيف سيكون الشعور الله يرزقنا شعورك هذا الشعور قالت قلت من الرجال قال أبوها يعني حتى لها ها التثنية تبع عائشة لا أبوها لن أقول أبا بكر أبوها قلت ثم من طيب من بعد عائشة وأبوها قال عمر عمر بن الخطاب قال قلت ثم من طبعا في الحديث عند البخاري ومسلم إلى هنا فعد رجالا عند النساء والترمذين قال قلت من قال ثم عثمان قال ثم من قلت علي قال فسكت خشية أن يجعلني في آخر الرجال خلني ساكت بعد أبو بكر وعمر وعثمان أحسن ما يجيب العشر المبشرين في الجنة وأهل وأهل بدر والبقيع خليني أظن في عقلي أننا من ضمن هؤلاء فسكت عائشة أفضل النساء هذه الأمة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير كمل يعني عقلا ورجاحة ومنطقا وقدرة على تحمل أعباء الحياة ولم يكمل من النساء طبعا هذا الحديث والله أنني أشعر فيه الحمد لله هذا تقديرات الله يعني مهما وصلنا لن نبقى كاملة لأنه لا خلاص قال لم يكمل من النساء إلا دام أنه لم يكمل إلا يعني بعد هؤلاء النساء لا يوجد نساء كاملة وفعلا إذا مريتي على عبر التاريخ ترين فيه تقصير ما حد وصل إلى الكمال كما وصلته هؤلاء النسوة على تفاوت فيه طبقات في من يجي بعدهن على طول سأل الله أن يجعلنا ممن أتى في الصف الذي بعدهم إحنا راضيات وخلونا نسكت عشان ما نصرش مثلها عمر بن العاص نفكر نحنا في آخر القائمة دائما حاولي أنك توصلين إلى مستوى قريب منهن لا تقولي هاي ذلك صحابيات ذلك زوجات النبي أني وين لا شدي الهمة وتعلمي وكوني يعني في الدرجة التي بعدهم مباشرة ولا ترضي بالدون لا ترضي أن أنت تكونين في طبقة التافهات ولا السافلات ولا البنات البايخات ولا الأخوة اللي لا همها للدين ولا العلم إنه تسكهي لش منذ الخبر إنه تركي لش أسير أسير أدرس أسير أقرأ كتاب إنه مالفايدة لا إياكي ولي أنا صحنا لن أصل إلى درجة كمالهن لكن سأكون في درجة قريبة منهن إن شاء الله خلينا دائما مرتبة عالية في نفسك وتصلي إن شاء الله ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام عائشة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة وفاطمة وآسيا ولكن قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد اللي هو اللحم أنت الآن عندش عزومة دائما اللحمة تكون في الوسط هي سيدة المائدة فعائشة إذا جمعت النساء كلها كانت هي سيدة هؤلاء النساء أجمع قال الإمام ابن القيم شارحا لهذا الحديث الثريد مركب من لحم وخبز واللحم سيد الإدام سيد الأصباغ الأشياء التي تغمسها وتأكلها والخبز سيد الأقوات فإذا اجتمع لم يكن بعدها غاية إذا في خبز لحم هذا الذي يعني اعتبر سيد الأطعمة سيدة نساء الجنة فاطمة سيدة نساء الجنة فاطمة وسيدة نساء الدنيا عائشة تمام ففي فرق فاطمة مرتبتها أعلى من مرتبة عائشة فضل النساء نساء الدنيا ليس نساء الجنة أحسنتي هذا السؤال ممتاز طيب قال الإمام النووي وفضل عائشة نعم لأنها ابنة الرسول وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل التريد يعني اللحم على غيره من الأطعمة وهذا شرح مسلم تكرار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في المنام وبأنها زوجته وذلك قبل زواجه بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مرة كانوا جالسين مع بعضهم وما أكثر جلساتهم يعني دائما لما أي حديث مع عائشة لا تخلينش يمشي هكذا كيف لما عائشة على صغر سنها وعلى يعني طفولتها إلا أنها أكثر زوجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معها ويحدثها وتحدثه ويغازلها وتغازله على عكس بقية النساء لو تشوفي تعاملوا مع أم سلمة لا أم سلمة كان امرأة حكيمة يا رسول الله ما لأراك مغضبا قال أبا قومي أن يقصوا أمرتهم أن يذبحوا الهادي أمرتهم أن يحرقوا فلم يفعلوا قالت يا رسول الله يا سرك أن يفعلوا كان امرأة حكيمة عاقلة إذا رأيت مثلا دخل عن جويرية جويرية جالسة على سجادتها تصلي عائشة لا عائشة لا تفعل ما تفعله جويرية عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فتقوم بحقه فمتى ذهب ذهبت لسجادتها طبعا أنا لما أقرأ مواقف زوجات الرسل وأقارنه أرجع بعدين يعني استخلص أن عائشة كانت محيطة بالنبي في كل أوقاته ما في ولا حديث يدخل عليها وهي لا تصلي لأني عارف أن وقت الصلاة الرسل بيروح يصلي بالمسجد أني بصلي بذيك الساعة الذي النبي سبحانه ليصلي عشان أول ما يفرغ من الصلاة أني فارغة لا حاج ويرية دخلوا هجال سفق السجادة فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها ألا أما زلت على الوضع الذي تركتك عليه منذ خرجت قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات والحديث المشهور لكن مواقف عائشة مختلفة تماما لهذا وصلت إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرتبة فتعلمي من هذه الطريقة كني دائما ملمة بزوجك تعرفي دخلات خرجات متاه مبسوط متاه زعلان استفدي منها وستنفعك كثيرا وكلما استطعت أن تأخذ لب زوجك وقلبه استطعت أن تغيره قاعدة المرأة بعض النساء تقول والله زوجي ما يتغيرش إذا حبيش بيتغير إذا استطعت أن تجعليه يحبك أو يحبك سيتغير من أجلك أخلص يا ودع الله وقلدي عائشة وأبشري بالخير طيب قالونا نشوف كيف شافها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال أريتك في المنام ثلاثة ليار كان مرة جالس معها فحدثها قال يا عائشة رأيتك في المنام ثلاث مرات وذلك قبل حتى ما يعني يتزوجها أو يدخل بها ولم يكن يعرفها قال جاءني بك الملك في سرقة من حرير في قطعة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك أكشف على هذه الرقعة فإذا فيها صورتك يرى وجه عائشة على هذا المنديل فإذا هي أنتي فأقول إيك هذا من عند الله يمضه إذا هذا الشيء من عند الله عز وجل سيمضه وفعلا السرقة من حرير هي قطعة قطعة مربعة من الحرير كان يرى فيه وجه عائشة ثلاث مرات وجبريل يأتيه بها جبريل يأتي بصورتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث لكن الرواية عند غير البخاري ومسلم عند الترمذي وغالبا أحاديث الترمذي والنسائي مثل الحديث يكون مختلفا قليلا عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة هذه زوجتك في الدنيا والآخرة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وجه عائشة على هذه الخرقة من حرير جبريل عليه السلام يسلم عليها يا الله وصلت عائشة إلى مرتبة من الإيمان والتقوى أن يسلم عليها جبريل مش معنى أنني قائمة بحقوق زوجي أني أقصر بحق الله مش معنى أنني أكون الزوجة المثالية والزوجة التي تكسب زوجها وتحبه وتطيع وتكون إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها بس أما الصلاة إنما بش وقت أنا حاطة مناكل لزوجي شي شي أستاذق موخرهان أنا أستاذني عام لمسكرة ضد الماء إنني عملت مكياجة شي شي قم أغسل المكياج وزوجي هذا لا تفكر أنت بتكسبي قلبه أبدا انتبه طاعة الله مقدمة وأنا أوطيع زوجي طاعة لله لا تخلي الميكب ولا المناكير ولا الأشياء التي تبعد الوضوء أو تبطل الوضوء علشان زوجي أترك صلاتي لن ينفعك انتبه نركزين أنا بدالك مش تتحمسين عشان أزواج كنوا تسير أنت عصين رب العالمين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش وكان يعني يحب أن يدلع اسمها مرة يقول لها يا حميراء مرة يقول لها يا عائش مرة ثانية يقول لها يعني في عدة أسماء يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها لها تلطفا معها ويا حبذ الأزواج يتعلموا أيضا بالرسول الله يا حبذ لو أنهم يعرفون أن زوجاتهم بكلمة ترضى والله يعني احنا مساكنة كلمة واحدة لو الرجل يشوف مرة تم عصب وتصيح يقول لها الله محلاش اليوم بات اطفاء زي زي الشمعة لطفيتها ولا لا قال لها أنا آسف حقش علي ولا يبوس راسها ولا يمدحها أمام العيال خلاص بات خلي زوجها هذا الفرض والسنة بيعني لن سيكونوا في قلبها ذو ما كان بس ما بالو رجالنا حتى الكلام الحسن صاروا يبخلون به صار أول ميراس الوحدة مالك أرى في عيونك الحزن مالك يا فلان ححكي لاعتبريني زي أخوش خلخلوا عظامك هذا الكلام لزوجتك يقول لي اعتبريني زي أخوش اعتبرها زي زوجتك زوجتك واسألها ما بها ما وقت المراسلة والمغازلة لما يرسل بنات الناس تقول لي أي شر رجل هذا بيقول لش أنا مش مرتاح مع زوجتين ما لا تحسش بينك ما لا تقدرنش بس أنتين أنت حسيتي فيني أنت يعني لا أجد راحتي إلا معك كذاب قلعوا عينك كذاب اليوم الفيديو كلها سب لأنه كذاب لأنه مرت المسكين ومطحونة في البيت وفي العيال ويصير يرمسس مع بنات الناس والله المستعان روح جرب هذا الكلام مع زوجتك وبتشوف كيف بتتغير معك يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام فقالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته لفظ البخاري هكذا لفظ النساعي والترمذي غير سمعين أقول لك منها فايدة استذكر الأحاديث لأنه ذا الفترة حاسقة بأحاديث كثيرا بدأت أمساها عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكا فرأته يتكلم فرأت وقالت يا رسول الله من تكلم قال هذا جبريل قالت بلغه السلام بلغه السلام سلم على جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هي قالت له من تخاطب يا رسول الله قال جبريل قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ترى ما لا أرى شوف يعني التصديق قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ترى ما لا أرى أنت بتشوف أشيء أنا لا أرىها بلغ جبريل السلام سلم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يبلغك السلام تباية النبي صلى الله عليه وسلم تراه يتكلم ما قالت ماذا تهدي وماذا تفعل ماذا تفعل يا رسول الله فلما قال لها أنه يكلم جبريل قالت بأبي أنت وأمي ترى ما لا أرى أنت تشوف أشياء أنا ما لا أشوفها خلت نفسها في مرتبة أقل منه وهذه نتعلمها خليش دائما يو لما تفتحي علبة العصير إحنا ما شاء الله لن نزحزح الكنب والدواليب ونقشع البلاط أنت بيه تعمل لدى الحركات قدام زوجيش الله يرضى عليش لما يجي زوجك آه يا قلبي افتحي دبة الماء يو ما شاء الله عليك ما أقواك أني افدادت معها عنترة ابن شداد حتى لو تقدر تفتحيها ما رسي الأنوثة أمام زوجي خليك دائما مسكينة وضعيفة وأنه عنترة وأنه القوي بيحس أنه يحميش إحنا بنات هذا الجيل فاستحخر أنا أعرف أعمل وأصنع وأترك خلاص قعي رجال ومراه ولا تطلبش منه أنه يشعرك بالاهتمام والعطف لأن أنت خلاص لا تنافسيه رجولته أنت تنافسيها القوة والرجولة خلاص فالله المستعنى السيدة عائشة بمش تقول تلك عائشة بتعلمنا حاجة خيرات شيئة كثيرة كثيرة نتعلمها من عائشة رضوان الله عليها السيدة عائشة براءة براءة وتكريم من الله من فوق سبع سماوات وهذا الشيء لم يخص به أحد أن تنزل 11 آية براءة لهذه المرأة العظيمة الطاهرة العفيفة الشريفة لما تقرأت شوفين القصة فتعرفين أن عفتها وعزتها وكرامتها ومحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن تبعلها له كان سببا في تكريم الله لها قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك سماه إفك وزور وبهتان عصبة منكم ناس موجودين بينكم اليو عبد الله بن أبي بن سلول وشلة المنافقين وبعض المؤمنين الذين أذنبوا وأخطأوا وتكلموا مثل حسان بن ثابت وغيره الذين جلدوا وقيم عليهم الحد لا تحسبوه شرا لكم لا تظنوا أن هذا الأمر وهذه الفتنة وهذا الإفك شر لكم بل هو خير لكم ليش خير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف المنافقين وعائشة ازدادت مكانتها ونزلت أحكام في من يقذف المحصنات كان كل هذه الحادثة كلها خير فلا تظنوا أنها شر لكل مرئ منهم مكتسب من الإث كل واحد من المنافقين أو الذين تكلموا في عائشة له مكتسب من الإث والذي تولى كبره منهم الذي هو عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم فنعوذ بالله من عذابه وسوء المنقلب في النار يا رب العالمين قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموما أن أنت ترمي واحد بالزنا هذا يعني ذنب عظيم إذا لم تأتي بأربعة شهداء فأنت من الفاسقين ولا تقبل له شهادة أبدا فكان الرمي بالزنا هذا يعني يعتبر ذنب عظيم صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت مع أشرف النساء أم المؤمنين إن أنت ترمي أحد بالزنا شخص عادي هذا ذنب عظيم فكيف أنك ترمي أم المؤمنين حب رسول الله زوجته الحصان الرزان كما قال حسان وهذه الآيات نزلت في قصة الإبك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمساند ولها عدة روايات ولأني قحكيتها كثيرا سأقرأها وأحكيها لأني أظن أغلبكن يعرفها لكن سأقف عند الأشياء التي أظن أن كنا يعني لا تعرفناها حاصلها حاصل هذه القصة باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشوفين كيف القراءة من الكتب متعة أنت المستمتعة معي ولأني بس لأني مستمتعة الذي لا تقرأ من الكتب والله محروم محرومة من لذة القراءة والكلمات والمعاني الجميلة تسأل الله لا يحرمنا في بعض غزواته ومعه زوجته الصديقة بنت الصديقة عمل قرعة فطلعت القرعة على الحميراء عائشة الصديقة فانقطع عقدها سلفت عقد من أختها أسماء يا أسماء الليلة ليلتي مع رسول الله أعطني عقدك لأتجمل به لرسول الله فأخذت هذا العقد وكان عندها عقد من لؤلؤ وطبعا العقد هذا قيل منها كيف لما طبعا قد ذكرت نين أحاديث مرة بحديث التيمم ومرة هذا الحديث وأسماء هذا العقد كان مشهور عند أسماء بعدها عشان ما ندخلش بالتفاصيل أنا برجع أقوله لك المرة ثانية فانقطع عقدها فانحبست في طلبه مسكت صدرها فلم تجد العقد فقالت لعله وقع حيث قضيت حاجتي فعادت ولم تخبرهم ما قالت أو أني برجع دور العقد لا هي ظنت أني بتحصل على طول فانحبست في طلبه جلست دورة دورة ما حصلته ورحلوا بجملها وهودجها وكانت خفيفة لم تحمل اللح وظنوها داخل الهودج فرحلوا فلم يفقدوها لخفتها ثم استقل الجيش راحلا قام الجيش وذهب يا الله والمصيبة وجاءت مكانهم وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليها من الحكمة أنه خلاص أنا سأبقى في هذا المكان متى ما فقدوني سيرجعون إلي فاستمروا في مسيرهم وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه من أفاضل الصحابة كان قد عرّس في أخريات القوم إيش معنى عرّس في أخريات القوم ما معنى كلمة عرّس يلا يلا تأخر نوام يحب النوم ثقيل النوم تزوج أنا كنت أريد أن تقولي هذه الكلمة خطب كلمة عرّس أي نزل بليل ليش ما عقدش احنا نقول عرّس لا الذي ينزل بليل يسمى تعريس أنه فلان عرّس مش يعني أنه تزوج لا معناه نزل بليل فكان قد عرّس في أخريات القوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركه أنه أنت خليك متأخر ومشي بعدنا بحال حاجة نطلت شيء وقع أحد نسينا أنت تأتي بعدنا فتأخذ ما وقع منا فهذا معنى عرّس عرّس بليل أي مكث بليل مش تزوج ولا خطب لهذا السبب سألتكم قد عرّس في أخريات القوم ونا جلس آخر الناس ونا لا ما مشوا وهو رجع يمشي بعدهم فرأى عائشة فعرفها عائشة منقبة وملتفعة لكنها تمددت وجهها ظاهر فلما رآها وكان قد شافها في الجاهلية عارف أنها زوجة رسول الله فصاح وقال أشيء الكلمة التي قالها طبعا هنا ما ذكرهاش قال في كلمة تقولها العرب بضع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم قال زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجع فقالت عائشة فقمت على تكبيره قمت على استرجاعه فأناقى الراحلة وركبت ولا جاب كلمة ولا كلمني ولا كلمته فأناقى راحلة يعني دلناها فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في المدينة في الظهيرة أمام الناس كلهم الجيش نزل كل واحد راح بيته ورسول الله دخل المسجد وعائشة وصفوان بن معطل داخلين والناس يرونهم فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذا الحال لما شافوا جاي من السفر مع صفوان أشاع ما أشاع ووش الحديث ها أش لا تعمله وصفوان لماذا أتته وصفوان وتلقفته الألسن حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين حتى وقع بهذه المصيبة بعض المؤمنين وصاروا يتناقلون هذا الكلام وانحبس الوحي مدة طويلة عن رسول الله مكث شهر لم ينزل الوحي والناس تلت تعجن كما يقال في سيرة عائشة وبلغ القبر عائشة بعد ذلك بمدة بعد ما مرضات وقالت النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد منه ذلك الحنان الذي كنت أجده من قبل حسيت أنها متغير فقلت يا رسول الله تأذن لي أن أذهب عند أمي أتمرض فأذن لي فذهبت عند أمها جلسة شهر حتى تماثلت للشفاء خلاص وصارت يعني شبه متعافية خرجته أم مصطح للخلاء يقضي حاجتها فتعثرت أم مصطح فقالت تعسى مصطح فقالت لها عائشة تخير يعني عمرها 14 سنة لأن هذه كان بعد غزوتي السلاسل عمرها 14 سنة تقول لأم مصطح اتقل له كيف تسبين رجلا شهد بدر مصطح هذا ولدك من الذين شهدوا بدرا فكيف تسبين وتقول تعسى مصطح اتقل له يا فلانا فقالت لها أي بنية أو ما تدرين ما يقول مصطح وغيره وأهل المدينة قالت هما يقولون قالت أو ما وصل لك الخبر حتى رسول الله عارف قالت أي خبر قال يقولون أنك كذا وكذا أنك عندما أتيت أنت وصفون قالت أو تكلموا في قالت نعم قالت أو صدقهم رسول الله قالت فعدت إلى أبي وأمي قلت يا أبتاه أو أتكلم الناس في قال يا ابني ما من امرأة إلا ولها ضرائر وزوجها يحبها إلا وتكلموا فيها قالت أو أصدقهم رسول الله كانت تهم حبيبها صلى الله عليه وسلم أصدقهم أي ظنوا أنني أخونه أي ظنوا أنني أرى رجلا غيره قالت فعاد المرض أشد مما كان عليه ولم يرقى لي جفن ولا ينقطع لي دم ولا ينقطع لي دمع حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي كنت أحس من كثر الدموع التي لا تتوقف أن البكاء سيفلق كبدي حتى أتى الفرج والبشرى من الله عز وجل الله مستعى ووش الحديد وهنا وتناقل هذا الكلام وانحبس الوحي مدة طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ القبر عائشة بعد ذلك بمدة فحزنت حزنا شديدا فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآية لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب ودخل فقام أبو بكر يسلم عليه وقامت أمها وهي على فراشها ما قامت هذه المرة أنا دائما كنت أقوم إليك ولا تدخل الباب إلا وتجدني عند الباب لكن هذه المرة أنا سأبقى في فراشي ولن أقوم لاستقبالك الحبيب يعاتب حبيبة أحيانا شدة محبتك لزوجك لا بد من العتاء ولا بد أن تعاتي به فلم تقم فقال أبو بكر قومي فسلمي على رسول الله فلم ترد ولم تتكلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره وقال الكلمة التي دائما يقولها ثم قال يا عائشة إن العبد إذا أذنب ذنبا فاستغفر الله يغفر الله له فإن كنت ألممت بأمر فتوبي فإن الله يغفر الذنوب عندها بعدت البطاني من وجه اللحاف بعدت من وجهه وقامت الآن أتكلم أنت من أول كان يقول لي أقوم أسلم أقوم أتكلم لا أنا زعلانة لكن لما تأتي تقول لي إذا واحد عمل ذنب يستغفر إذا واحد ألم بمعصية يتوب يعني إلى هذه الدرجة أنت تعتقد أنني عملت هذا الشيء فقامت ما نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا أبا بكر ولا قالت يا أبي ولا يا أمي شوفين قوة المرأة هذه في موقف لو إحنا مكانها يمكن مصيبة فقالت يا أبا بكر ألا ترد على رسول الله قال يا بنيه وما أقول قالت يا أم رومان ألا تردين على رسول الله قالت بنيتي وما أقول له قالت والله لقد وقر في صدوركم حتى صدقتموه خلاص هذا الأمر صار في صدوركم وصدقتموه واقترعتم فيه ولكن ولو قلت لكم أني فعلت شيئا والله يعلم أني ما فعلته لما صدقتموه ولا أجدوا لي ولكم مثلا إلا كما ونست اسمي عقوب عليه السلام قالت كنت جارية حديثة السن فنسيت اسمها يعقوب عليه السلام فقالت ولا أجدوا لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل فصبر جميل والله لنستعان على ما تصفون وأخذت لحافها وغطت وجهها وشهجت بالبكاء شهجت بالبكاء بكاء المقهور المغلوب الذي حتى زوجها يظن إذا كنت أذنبت يا عائشة إذا كنت فعلتي فنزل جبريل في تلك اللحظات الله يسمع ويرى الله يعلموه البكاء والحزن الذي في صدرك يا عائشة فنزل جبريل وكان الجو ليس جوا حارا والنبي يعرق فنظرت إليه من تحت اللحاف وهي ترى النبي صلى الله عليه وسلم تعرف وضعه وسكوت لما ينزل عليه الوحي فنزل جبريل عليه السلام فلما ارتفع مسح على وجهه وقال أبشر يا عائشة أبشر يا عائشة فقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات فقال أبو بكر قومي قومي إلى رسول الله فأحمدي وقامت أمها تهزها قومي فأحمدي رسول الله قالت والله لا أحمده ولا أحمد أحدا ولا أحمد إلا الله سبحانه حتى في هذه اللحظة لن أحمدك لأنك شككت في حبيبتك شككت أنني قد أفعلها لا والله لا أحمد أحدا لا أحمد إلا الله كم نحتاج أن نتعلم هذا اليقين وهذا القرب من الله عندما يترك الأب والأم والزوج الزوجة التي كانت تظن أنه لن النبي صلى الله عليه وسلم ما شك فيها بس قالها يا عائشة إذا واحد أذنى باستغفر الله فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقر في قلبها فعلت لا يبقى لك إلا الله تعلمي من عائشة كيف تكون قوية في مصائبك وأن لا تطرق إلا باب الله قال الإمام بأنه كثير ومن خصائصها ومن خصائصها طبعا هذه حادثة الإفت في كم قد قرأتها ورويتها وقلتها كل مرة أحكيها أتأثر بها وأشعر أنها أول مرة أقولها يا لها من عظمة عند هذه الفتاة من خصائصها رضي الله عنها أن الله سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفت وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى قالت تعيشة إن شأني عند نفسي أحقر من أن يتلى فيي قرآن إنما كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيا يكون في يعني دليل يشوف أي شيء لكن أنه ينزل قرآن فيي والله لنفسي عندي أحقر من أن ينزل فيي قرآن وحي يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة فمن يأتي ويرمي عائشة من أهل من الشيعة أو من الطوائف الفاسدة ترمون هذه الطاهرة العفيفة التي برأها الله ويحكم تخالفون نص القرآن ونص البراءة من كتاب الله عائشة تغار من خديجة في الصحيح عن عائشة قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء كان إذا أثنى أحسن الثناء قالت فغرت يوما خلاص وصلت الغيرة إلى مستوى عالي فقلت ما أكثر ما تذكر ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق حمراء الشدق يعني ما في معها أسنان لدرجة أنه يظهر جنسها الشدق هو الجنس زي الطفل اللي ما عنده أسنان طبعا خديجة ما كانت هكذا ولكن هذا من غيرة النساء قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها خيرا منها قال غضب النبي صلى الله عليه وسلم وحمرت وجنتي قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس طبعا هذا الحديث وقع قبل حادثة الإفت عائشة بعد حادثة الإفت تغيرت تماما بس مش عارفة لقد جاب غيرتها قبل عائشة نضجت سريعا وصارت امرأة يعني كأن عمرها مئة سنة للحكمة والعقل والرزانة لكن في بداية زواجها كانت جدا تغار عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة وستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء كلما كررنا الأحاديث والقصص كلما حفظتها يا غالية واستشعرتها أكثر عائشة تسابق النبي صلى الله عليه وسلم هذه أظن في غزوة بين المريسع عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث قتال فلما عادوا قال للجيش تقدموا فلما تقدم الجيش قال لعائشة تسابقيني قالت نعم قالت فكنت جارية صغيرة لم أحمل اللحم كانت نحيفة رشيقة فسبقت بعد مرور سنة جاء الدور على عائشة مرة ثانية فخرجت وكانت قد سمنت حملة اللحم فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها فضرب على كتفيها وقال لها هذه بتلك أنت سبقتيني المرة الأولى لكن هذه المرة سبقتك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلي كنت أمشي على أرجلي فسبقته فلما حملت اللحمة سابقته فسبقني فقال هذه بتلك فلما حملت اللحمة أي سمنت حياء عائشة وحرصها على الحجاب تبهني يا بنات ركزين على هذه النقطة في قصة الإفكة الطويلة قالت عائشة فرأى سواد إنسان نائب لأن كلها متغطية بالسواد أي صفوان ابن المعطل فعرفني حين رآني وكان ضي الله عنه وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظ فاستيقظت باسترجاعي لما قال إنا لله وإنا إليه راجعون حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه والله ما كلمني كلمة ما قالها إيش لا تعملي هانا ولا قاتل إيو أنت عارف إن العقدة نطال وإني سر تدورة قال أوه مسكينة وبعدين من إن حصلت العقد والله هذا العقد تفع أختي أسماء لا تجيب أسماء محسن حقا لا هذا الكلام مع زميلي في المدرسة زميلي يا أستاذ إحنا لن نكلم عادي منين الغلاف حق التلفون منين الشنطة منين الكتاب هكذا الشيطان لا يبدأ الشيطان يبدأ بكلام عادي بحترم وبعدين يدخل ما فيش داعي للكلام لا أتكلم انتبهين انتبهين شيطان ذكي ما رح يجي يخليش تقول كلام قليل أدب من أول مرة لا والله أنه أحد الله مستعب أحيانا مش رح يدخل بهذا عشان الوقت بس كان في مرة مجموعة جروب ديني جروب يتسابقون على قراءة القرآن والصلاة والقيام بس جروب مختلط رجال ونسوان ايش لا نعمل احنا جروب وسطه رجال ونسوان ودردشة فكان راح ملتزم وحافظ لكتاب الله ملتحي وراسل البنت صليت الفجر يا أخته قالت والله يستاذ أنه يراسلني وأنني يعني أزيد حافظ بالصلاة عشانه صليت العشاء يا أخته لا تنسي الأذكار بارك الله فيكي فتقول له نعم قرأت الأذكار يا قرة العين قمت الليلة الليلة قالت بدأنا والشي يوصيني على الصلاة واني أصلي والله أنني أصلي عشانه وقل الأذكار عشانه إذا ما قالش صليتي الفجر ما عدا أصليش لدرجة أنني أكذب أنني صليت علشان أكلمه قالت لما وصلت علاقتنا للحب حبيت وحبني حبينا بعضنا البعض فحين كيف أعمل قلت بلكي وخرجي من القروب وبطري ذا الخبالة حتى له يحافظ لكتاب الله الرجل ضعيف أمام النساء ضعيف والله لا يستطيع أن يقاوم لو كان ملتزم كما التزم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الأمة ستكون فتنتها في النساء كما كانت فتنة بني إسرائيل فانتبهي ما تراسلي ولا تكلم حتى خير أش معنا أششتي ممكن أسألك سؤال لا لا تسألني بلوك على طول خليش هكذا مع الرجال جعفر تمام خلونا نكمل عشان الوقت حديث عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط قالت عائشة لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لأنه سئلت هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء كان يسلم على النساء علي جمعة يقول لك عادي إذا سلمت على النساء المهم قلبك ما في شهوة وسيم يوسف يجي يقول لك من قال لكم أنه حرام أن أنت تسلم على المرأة قالت لنا عائشة يا وسيم يوسف هذا الله يهديه ويشاف يعافيه هو مريض وفيه سرطان بس مكانته يخالف الأحاديث ويعلم الشباب أنه عادي تعرفوا سلموا أيش البلاء هذا الحديث عند البخاري ومسلم ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد مرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام يجي يقول لك فلان وسيم يوسف ولا علي جمعة ولا هذلك علي منصور كيالي يقول لش لا عادي إذا سلمتي والجي تقول لي والله أستاذ مع الدرينا من نصدق إياك أنك تقولي هذه الكلمة ما مش حاجة أسماء مع الدرينا من نصدق صدقي ذولة الفسدة ولا تصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم عائشة اللي قالوا لك الحديث أمامك فأي حديث يقول لك على تلقف أعملي لبلك وخلصي حالش الحديث أمامنا ما تسلمي على رجل لا يحل لك لو خلوها حلال الناس كلهم الحديث محفوظ إلى يوم القيامة السيدة الفقيهة العالمة عائشة شفتين عائشة كم نتعلمنا من أشياء قال أبو موسى الأشعري شكله اليوم الدرس بيك كون طويل بس شكله لازم نكمل الكلام على عائشة قال أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا أصحاب رسول الله أي صلى الله عليه وسلم حديث قط أشكل علينا صعب علينا أي حديث يكون صعب أي حديث نسأل عائشة إلا وجدنا عندها منه علما شفتين يا بنات الناس يدرسوا ويتعلموا ويتفقهم في الدين وإحنا مكانتنا نسأل بالأظافر والرمش عائشة جماعة الطب والشعر والفقه واللغة العربية والقرآن والتفسير جمعت كل العلوم وإحنا لستمشغولات هذا يجوز وهذا ما يجوز الرموش والوصل متى سنصل إلى مستوى من العلم والفقه والديانة والعلوم والهمة كما كانت عند عائشة لا بد أن نقتدي بها وأن نسلك مسالكها لا بد قال مسروق رأيت مشيخة أصحاب رسول الله أي شي يعني مشيخة أصحاب رسول الله يلا جاوبين أشوف لا صوت المرأة عوروين الحديث ادي لي حديث ومثل هذا وهكا نص ادي لي واني أو يعدش ولا زيدي تسمعي صوتي كمان يلا ما معنى مشيخة أصحاب رسول الله ما معنى مشيخة أصحاب المقربين لا ماشي جاوبين على سؤالي كبار الفقهة أحسنتي المشائخ المشائخ من أصحاب رسول الله يسألونها عن الفرائض ما هي الفرائض أشوف أنت عارفت اللي جاوبت أحسنتي اللي جاوبت على المشيخة أنهم كبار الفقهة من الصحابة يسألونها عن الفرائض أيش الفرائض تشوفين ما أصعبها الموارث أحسنتي يا مكتب إلياس أحسنتي بارك الله فيك أم إلياس الموارث تخيلوا أنهم يروحوا يسألوا عائشة كبار المشائخ كبار الفقهة من الصحابة يسألونها عن الموارث إلى هذا الحد وصلت عائشة من الفقه أنها تستطيع ضبطها هذه لها الثلث وهذه السدس رجل توثى وله أم وله أخوات وله بنات وله كذا فيسألونها هذه الأسئلة قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة من أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة كل شيء نسألها فيه تكون من أحسن الناس رأيا قال الزهري والزهري هذا شيخ البخاري لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علما كانت من أعلم أهل زمانها الأحاديث نصفها جمعها كل الصحابة ونصفها عند عائشة تخيلي بس أنه هالأحاديث كلها التي وصلت نصفها عند عائشة ونصفه عند بقية الصحابة ويجي لعندك واحد حقير شيعي يتكلم عن هذه العالمة العابدة الزاهدة الفقيهة يتكلم عنها من أنت يا إمعة من أنت يا رويبضة من أنت يا تافه حتى تتكلم عن عائشة ألا رضي الله عنها وأرضاها وحشرنا في زمرتها حديث عظيم وقاعدة من قواعد الإسلام ترويه عائشة رضي الله عنها من أخبرنا كيف صلاته كيف قيامه كيف أكله كيف معاشرته أمور في بيته لا يرىها أحد سواها هي التي روته وأخبرتنا كيف نختسل من الحيض كيف نختسل من الجنابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اللي قلت لكم قبل الدرس أنه حديث عظيم وقاعدة من قواعد الإسلام ترويه عائشة قاعدة من قواعد الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني أي واحد بيعمل عمل بيبتدع بدعة بيخترع شيء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه ملقي في وجهه أي واحد يقول لك يا الله الليل يا أخوات نجتمع الساعة 12 نصلي ركعتين وندعو هذا الكلام قالها رسول الله لا فعلها الصحابة لا إذن كلامك مردود عليك هذه قاعدة من قواعد الدين روتها لنا عائشة ألا رضي الله عنها وجاء في البخاري عن عروة بن الزبير قال يقول عنها وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقت به أي شيء يصل إليها تصدقت به ركزين على هذه وجاء في السير عن عروة عن عائشة أنها تصدقت بسبعين ألف تتخيليني سبعين ألف دينار تصدقت بها وإنها لترقع جانب درعها خمارها مرقع أنت تتخيلين وحدها الآن لابسه خمار مرقع وتروح تصدق بسبعين ألف أش بيقولون لها الناس ماذا سيقولون لها الناس قولين لماذا سيقولون روح اشتري لنفسك ثوب اشتري عبايا ليش لا تتصدقي وانتي خمارك مرقع لما يكون الإنسان يعمر الآخرة والدنيا سهل أشفيها لو أرقع خماري أشفيها لو ألبس ثوب مرقع وأتصدق بسبعين ألف من مثل عائشة من مثلها هي مستورة لكن هي رقعت جانب ثوبها حتى تستر نفسها يعني الثوب مستور بس إني ترقع يعني تمزق فرقعت وتصدقت بسبعين ألف عائشة تصبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفقر والجوع قالت عائشة لعروة ابن الزبير يا ابن أختي إنه كان ليمر على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر وفي حديث والشهران والثلاثة ثلاثة أهلة تخيلين ثلاثة أهلة ما يوقد في بيت رسول الله نارا قال وما كان طعامكم يا خالة قالت الأسودان التمر والماء ثلاثة أشهر عايشين على التمر والماء وإحنا الله مستعان عبادة عائشة عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر إلا ما كان من أيام الحرمة كانت دائما كثيرة الصيام والقيام إلا يوم العيد وأيام التحريم الذي لا يجوز أن تصومها وإلا دائما صائمة من مناقب عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يمرض في بيتها في مرض وفاته لما مرض كان يقول أين أنا الليلة أين أنا الليلة يريد بيت عائشة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاءا ليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي كرامة لهذه المرأة عائشة أم المؤمنين قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفي الآية بيان علو مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة نكاحهن من بعده لأنهن أمهات المؤمنين وأخيرا وفاتها ماتت رضي الله عنها سنة ثمان وخمسين للهجرة سنة ثمان وخمسين قبل موت أبو هريرة بسنة أبو هريرة مات سنة تسعة وخمسين فاجتمع الأنصار وحضروا فلم ير ليلة أكثر ناسا منها نزل أهل العوالي ودفنت بالبقع ومدة عمرها ثلاثة وستون سنة مثل من؟ مثل من؟ من الذي مات عمره ثلاثة وستون؟ أحسنتي يا أم البراء أم البراء مركزة معي بارك الله فيكم ثلاثة مثل سن زوجها ونبيها صلى الله عليه وسلم فوائد من سيرة عائشة تربت عائشة رضي الله عنها في بيت النبوة ونشأت فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين وهذه كانت من حكمة الله عز وجل أن تتزوج صغيرة لتحفظ كل هذا العلم فلو تزوجها وهي كبيرة مثل بقية زوجاتها ما حفظنش علم عائشة لا سوداء ولا حفصة ولا زينب ولا حد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندها من العلم ما عند عائشة لهذا كانت كانت من حكمة الله أنها تتزوج وهي صغيرة عشان تحفظ كل شيء عن رسول الله وكانت نساء قريش يبلغن بعضهن عند التاسعة وتنضج وتصلح للدخول عليها ومش عائشة بس اللي تزوجت هي وتسع بل أغلب نساء قريش والعرب بشكل عام في الأحاديث السابقة بيان فضل عائشة وأنها خير النساء وأنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنها زوجته أو أنها زوجه في الدنيا والآخرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فيه أن عائشة امرأة فاضلة وغاية في الفضل وهي قدوة لنساء العالمين من فضائل عائشة رضي الله عنها الخاصة أن الله أنزل براءتها في الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة وفي هذا رد على الشيعة الرافضة الذين يتهمون ويسبون أم المؤمنين وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض رسول رب العالمين عليهم من الله ما يستحقون كانت عائشة رضي الله عنها تغار من خديجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكر خديجة رضي الله عنها وفضلها والغيرة ركزين ركزين معي والغيرة غريزة في النساء لا تلام عليها الآن واحدة زوجها متزوج عليها تغار عادي غار زوجي متزوج وغار عادي أغار إلا إذا زادت عن حدها أو أودت إلى مخالفة شرعية غيرتي هذه يلا طلقها والله ما أرضنك إلا أنك تطلق طبيعتي هذا حرام أغار أنا مؤاثمة أغار لدرجة أني أتمنى أنها تموت ولا يصر فيها شيء أنا مؤاثمة غاري براحتك لكن لا تتعدي ولا تظلمي ولا تطلبي شيئا ليس لكي انتبه يا غالية الغيرة فغريزة خلقها الله لكن أنا أستطيع أن أضبطها وأستطيع أن أخاف الله وأستطيع أن أقول إنما هي الدنيا وأن أمشي الأمور وأن لا أجعل غيرتي تدخلني النار وكم من امرأة أوصلتها غيرتها إلى غضب الله والعياذ بالله في مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حسن المعاشرة بين الزوجين وعلى كل زوج وزوجة أن يحسن المعاشرة بينهم قول عائشة رضي الله عنها يوم جاء صفوان بن معطل فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة في هذا الحديث حياء عائشة والحياء خلق من أهم ما يكون في النساء وإن ترك الكلام مع الرجال بلا حاجة ولا ضرورة هو الأصل ما بجدائي للكلام والكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية جائز للحاجة وفق الضوابط الشرعية كلمي إذا أنت محتاجة شيء من عدم الخلوة والتبرج والخضوع بالقول والاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة أنني متجملة متعطرة واتكلم بصوت رقيق ولما وصل للبيت صوتي اسمع صوت رجال لكن عند الرجال ما شاء الله ما في أرق مني على ما تدعو إليه الحاجة من الدعوة أو الفتوى أو البيع والشراء طبيب محامي وغيرها وقولها خمرت وجهي بجلبابي فيه حرص عائشة رضي الله عنها على الحجاب وفيه دليل لمن قال بتغطية المرأة لوجهها عن الرجال الأجانب كانت خمرت وجهها فهذا دليل على وجوب النقاب قالت عائشة لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد مرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام فيه أن المرأة المسلمة لا تصافح الرجال الأجانب من غير المحارب عائشة من العالمات المجتهدات وقد اجتهدت في أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغرها لذلك كانت مرجعا للصحابة رضي الله عنهم وفي هذا قدوة لنساء العالمين في التعلم والتعليم والجدي والاجتهاد في طلب العلم والترك التفاهة هذه زيدوها أنا من عندي أضافت أم الحسن من بركة عائشة رضي الله عنها وفضلها وفضلها روايتها للأحاديث النبوية الكثيرة ومنها حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الحديث قال عنه أهل العلم إنه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام فكل عمل نتعبد الله به لا بد أن يكون على السنة حتى يكون مقبولا تتعلم النساء المؤمنات من عائشة رضي الله عنها الصدقة بالمال والكرم والجود فقد كانت تتصدق بالأموال الكثيرة ولا تحتفظ بها طبعا لا أريد أن يطول الدرس أكثر ولا مرة زبير أعطاها مئة ألف فتصدقت بها كلها فقيل فقيل لا إن خالتك قد تصدقت بالمال كله فقال وتصدقت بمئة ألف قال نعم قال والله لأحجر عليها أنا بحجر عليها منه ما تعملش حاجة لا بإذني فراحوا قالوا لها قالوا بن أختي قال إنه بيحجر عليك قالت أوى علي يحجر والله لا أكلمه دهري ولا يخاطب لساني لسانه ما بقيت ساروا قالوا له قد خالتك حرمني تزيد تلقيك ولا لسانه خاطب لسانها مدام أنت الشك تحجر عليها حاول يكلمها حاول يراضيها وهي حال في يمين كان ما بعدين دخل وجاهها تدخل ناس من الصحابة وهي أبدا قال علي يحجر توصل لها عند فكانوا جاءوا اثنين حكيم وحسان وقال لهم ادخلوا وأنا سأدخل معكم استأذنوا عليها وادخلوا فاستأذنوا قال ندخل عليك يا أمه قال نعم ادخلوا فدخل دخلت زبير فلما رأت قلبت وجهها فأهوى على أقدامها يقبلها ألا بالله سامحيني يا خالة والله ما قصد والله أعتذر ماذا أفعل أنا سأكفر عنك أنت حلفت يمين الكفارة علي قالت والله ما بكي الذي في الغرفة كلهم من بكاء عائشة ومن بكاء عروة من الزبير ما كان قصد هذا الشيء لكني خرجت عليه فقال لها أنا أكفر عنك فخلص سامحته وكفرت واعتقت رقابا وتصدقت حتى عادت وكلمت ابن أختها لأنه قال ما دخلك الديد لي فلوسة تصدق فيها ما هذا الشيء راجع لي ما لي أتصدق به فبعدا خلص كان يعطيها ولا يبالي تصدقت أو لم تتصدق عائشة نعمة زوجة فهي تصبر على الجوع والحاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا قدوة لنساء المؤمنين في الصبر مع أزواجهن إذا كانوا أزواجا صالحين الله يهديهم أزال الله أن يهديهم أن يصلحهم كانت عائشة رضي الله عنها تعمل بالعلم الذي تعلمه وكانت عابدة لله ومن ذلك أنها كانت تصوم كل الدهري إلا ما جاء النهي عنه مثل الصيام يوم العيد وفي هذا أسوة لنساء العالمين في تعلم العلم والعمل به مش بس تتعلم وما تفعليش من فضائل عائشة أنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيتها كانت عائشة رضي الله عنها لم يكن لها أولاد وفي هذا تسلية للمؤمنات التي يحرمنا من الذرية والإنجاب إلى هنا نكون قد جمعنا جل الأحاديث الصحيحة التي ذكرت في أمنا عائشة إلى أن أراكن غدا مع أم المؤمنين زينبا بن تجحش استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر